السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بن شرقي يشتم فريرة وخارد الغندور بيقول الاهلي فلت من هزيمة مستحقة وعصيان ابو جبل ورفضه لعب لقاء القمة استأذنك قبل ما نبدأ في اي حاجة اقول ناخدش في اي تفاصيل لو بتشوفنا على يوتيوب منساش تعمل اشتراك في القناة فعل الجرس تعمل لايك للفيديو ولو بتشوفنا على الفيسبوك منساش تعمل لايك او فولو للصفحة منساش تعمل لايك للفيديو وتكتب اه او تبعت نجوم في الكومنتات بص يا سيدي اول حاجة بن شرقي ياشتم فريرة شوفنا مبرح يعني لقطة كده بن شرقي خارج اه في التغييرة بتاعت فريرة لما خرجوا في الديها حاجة وتمانين اه يعني اه بن شرقي كان زعلان جدا ومتدايق اه وكانش كبالة جاي يعني زي اه ما تقول حضنه وكده عشان يحتوي غضبه وليه انا بن شرقي خارج والراجل بياشتم فريرة بيقول شكبالة والله العظيم المدرب ده كزا شاتا مش تيمة بالام يعني بن شرقي شاتا مش تيمة بالام الموضوع ده جماعة ما بفوش اهلاو زمال كاوي ما بش حد يجي زمال كاوي يقول لي يا حم ماينفعش كده ماينفعش تقول على لعيب كده وماينفعش عارف تعمل ايه لا ما هو الراجل الفيديوهات موجودة في كل حتة الفيديوهات موجودة في كل حتة ومنتشرة في كل مكان فمش هبأنا اللي جت سلطت الضوء وقلت ده اول اللي عمله الفيديوهات موجودة يعني اصدي عشان ما حدش يقول ايه اه انت روحت فضحت اللاعب ده فضحته في ايه وانا كان مع واحدة وقلت لها شفته مع واحدة انا مشفتوش ده حاجة موجودة قدام العالم كله على التلفزيون وانتشرت وتعمل لها فيديوهات وتعمل لها اللي هو جي اي اف ده والناس كلها شافتها فانا بتكلم عنها عشان انتقد التصرف ده مش شنخاطر انت لعب في الزمالك هسكت وكتم لا ما ينفعش ولازم من شرق يتم عقابه مش شنخاطر انا عايزه يجددلي وعشان خاطر انا بتحقق عليه جددلي ومستنيه جددلي ان انا انا فضله معاقبوه شنخاطر ما يزعلش ويغضب مني فش حاجة اسمها كده ابدا في الدنيا لا ينفعش يا جماعة عشان مستني ان هو يجددلي فانا اقول لا انا مش هعقبه عشان قاطر ما يزعلش مني ويرضى يجدد بالسعر اللي انا عايزه وممشيش ويسبني يبقى انا هسكت لا ما ينفعش يسكت ابدا على حاجة زي كده لو سبت بنشرقي مع خبتهوش هتلاقي بعد كده اي لاعب جاي يخرج مش عاجبه قرار المدرب او مش عاجبه وجهة نظر المدرب ورأي المدرب هيروح يشتم المدرب وهيهينه ده بنشرقي شتم فريرا الراجل العجوز اللي عنده حاجة وسبعين سنة بالام زائد كمان ان هو خارج يعني واقفة بنشرقي مش عايز سلم عليه ففريرا لما لا مش عايز سلم عليه رح بنشرقي عمله كده رح بنشرقي عمله كده وداخل اللي هو داخل بيتهم وانا مش بنشرقي جاب لجون همشي اه 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 قفله وامشي عمله كده لا طبعا ولا عزو بالله مش حاجة اسمها كده بنشرقي غلطان ويتم عقابه فورا يجب ان يتم عقاب بنشرقي فورا عقوبة راضعة قاعد في النادي مش قاعد مش هتزلل لحد اللي مش عايز يولد في الزمالك ما يعدش الزمالك كيان كبير ومحترم ومش هيقف على اي لاعب ابدا ابدا الزمالك عمره ما يتكسر ولا يقف على اي لاعب والله لو نلعب بالناشئين ولا فرق معنا طول عمري بقول لها مش ان خطر مطش مبارح لعبنا بتنين تلاتة لعبة صغيرين مثلا والصغرين اوي مش اشبال يعني انا بقول لها طول عمري والله لو اجيب لعبة عندهم ترتاشر سنة لو ينفع لعبه لستاشر سنة عشان خطر اتحاد يوافق وهلعبهم ولا فرق معايا لكن يجب ان يتم عقابه لكن اللي هيحصل ان احنا لو ما تمش عقابه انظام الطبطبة ده عشان خطر يقعد ويرضى يجددلي ده انظام غير عادل غير عادل خالد الغندور بيقول للاهلي فلت من هزيمة مستحقة هيدقول بس لكابتن خالد نتكلم بما يرضى الليه كورة كده شوي الشوت الاول اولا اولا قبل اي حاجة المطش بالنسبة لنا هو مطش سيء للغاية ومطش وحش جدا 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 الا بعض اوقات الشوت التاني تاني المطش ده خل بالك بالنسبة الاهلوية كتير وزمانك كان وحش قوي مطش في معزم اوقات لقاءه بارد و لو جت شوف بعض الفيديوهات اللي نازل على النت برضو هتلاقي فيه بعض الفترات كده وبعض الدقايق اللي عبعة بتقول قال لي وزمانك بيبصوا الكرة البعض ومش عارفين يلموا الكرة ومش عارفين يسبتوها مش عارفين يمسكوا حاجة الشنهو مش في مستوى وعواد مش في مستوى وبين عبدالغاني مش في مستوى وقفشة مش في مستوى وزيزو مش في مستوى مطش وحش 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 معادة اخر يعني يعني الوقت اللي هو تقريبا اخر ربع ساعة اخر تلت ساعة اللي هو الوقت بتاع التجوان اللي داخل اللي هو جنين زمالك وجون اهلي ده اللي كان المطش بدأ يحلوه فيه كابتن خالد بولي الاهلي فانت من عزيمة مستحقة عايز اقول لك شوط الاول الزمالك مجاش كان الاهلي هو اللي فرض سيطرته على الكرة ومسك الكرة والاهلي لو كان يعني شد شوية وعبدالقادر ما تدلعش وما عادش يرقص زي ما بيرقص في خماسي دايما وما بينجسه كرته وقفش لو كان ركز شوية والسلاء لو كان سبت الكرة شوية والشريف لو كان ركز شوية كان زمال الاهلي كسبان اتنين تنة اربعة في اول شوط وشوط التاني برضو الزمالك كان لو كان امام عشور ركز في كرة الرشاطها اللي جات في العرضة وسنة شوية ركز سف جعفر وركز شوية مسلا شكبالة كان زمان برضو الزمالك كان ممكن يكسب لكن ما جيش انا لقص كل المباراة في اخر ربع ساعة اللي الزمالك كان فيها قوي جدا او اخر تلت ساعة وكان بسطر على الاحداث هذه الدقائق اقولي ان الاهلي فارت من عزيمة مستحقة بسبب ده لا لما تبصر المطش بصره اجمالا شوط الاول الزمالك يعني يعني فلت من هزيمة كارثية من النادي الاهلي واخر او نص شوط التاني الاهلي فلت من الزمالك انا بس بقولك على طول لكن الكفتين عادلتين انا دي وجهة نظري الكفتين كانوا عادلتين اتنين اتنين هو التبام والمزبوط والحكم كان كويس ما كان شوحش شنين جز بس فالكفتين عادلتين وهو ده اللي يتقال ان المطش كان سيان المطش كان رايح جاي بين الاتنين دي وجهة نظري يعني لكن مش فلت من هزيمة مستحقة لا ما حصلش لا الزمالك فلت من هزيمة مستحقة من الاهلي ولا الاهلي فلت من هزيمة مستحقة من الزمالك ولكن الزمالك فلت من اجوان كتير وهزيمة كارثية في الشوط الاول الحمد لله ربنا استرها وشوط التاني الاهلي فعلا فلت من هو كان ممكن يتهزم في اخر شوط التاني لكن ما جيبش المطش كله اجمالا كابتن خالد محتاج يوضح كلامه يقول كده بالتفصيل الزمالك فلت من هزيمة كارثية ومستحقة الشرط الاول والاهلي فلت من هزيمة كارثية ومستحقة الشرط التاني انا يعني اكتب كده لكن مش اجملا وخلاص لا طبعا ماتش كان رايح جاي من الاتنين وفي المجمل هو ماتش سيء جدا 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 فكك من الكلام ده كله يقولك ماتش ممتع لا الوقت اللي بس اللي دخل فيه ثلاث جوان هو ده اللي كان المتعة في الماتش هسيان ابو جبل ورفضوا لعب لقاء القنة ابو جبل من بعد ما رجع من المنتخب وهو بقولك انا مصاب ومش هين في عاجة ضر فالزمال اتكلم طبيعي منتخب قال لهم الراجل مفهوش اي اصابة بعدها شفنا ابو جبل نزله يعني صور في بعض صارونات الحلاقة يعني او اللي هو صناعة التجميل الخاصة بالرجال وبيعمل بقى شعر وبديكير وحاجات كده غريبة اللي هو يعني بيعمل ضغفر وبيعمل شعر وزي الفل الراجل وبيضحك ومكتسم وكل حاجة بعد كده قالوا له تعالى تدريبات الجماعية رفض مراحش تدريبات الجماعية بعد كده الراجل اتفاجئ انه لو هيتم اصدعاه للقايمة هيبقى على الدكة مش هينزل اساسي سبحان الله تفاجئ مع انه وبتدربش والنعواد هو الاساسي طبعا غضب وانفعل وقال لك انا ولا حتى جاي المطش اعد دكة مش هعد دكة انا في المطش انا مش هعد دكة لحد في المش هعد دكة العواد في المطش وليه تقريبا مش اول مرة عملها ابو جبل ابو جبل بيتمرد ويهرب وبيتنمرد يبقى ايزا بغض النظر اختلافي او اتفاقي مع سياسة الادارة او ادارة الزمانيك او مجل الزمانيك في ادارة الامور ولكن الادارة اذا عقبت ابو جبل فيكون لها مطلق الحق او كامل الحق مع ان نعرف ان ابو جبل ماضي اصلا في السعودية وهيمشي في 36 او 38 هيروح نادي النصر السعودي فعشان كده بيتدلع ولكن الوقت المتوقلي ده لازم يتم عقابه عقوبة راضعة وما يلمسش الكرة تاني اذا تم تأكيد الخبر ده مع ان الخبر ده منتشر في كل حتة واذا تم تأكيد عدم اصابته من طبيب ناس الزمالك اللي اعمل عليه كاشف شامل ما يلمس الكرة تاني لغاية ما يمشي دي وجهة نظر يعني كان ما اخوك عمراتي في قناة صاحب الكرة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم